موسيقى إنها الساعة الثالثة والعشرون في يوم مليء بالأحداث وفيها نتابع لتنسيق مواجهة الهجوم الإيراني المحتمل قائد القيادة المركزية الأمريكية يجري مباحثات في إسرائيل ووزير جيش الاحتلال يقول إن تل أبيب تدرس كل الاحتمالات بشأن التهديدات الإيرانية بما فيها التحول السريع نحو الهجوم ويوجه بتجهيز القدرات الهجومية في كل القطاعات القتالية دعوة فرنسية إماراتية سعودية إلى ضبط النفس لتجنب التصعيد في الشرق الأوسط والأمم المتحدة تدعو جميع الأطراف إلى تحرك عاجل لتهديئة الوضع ومجموعة السبع تحث جميع الأطراف إلى خفض التوتر والعمل على احتواء التصعيد في المنطقة حماس تقول إن تسليم الاحتلال نحو تسعين شهيداً بحالة تحلل كامل يؤكد مستوى جرائمه غير المسبوقة وجيش الاحتلال يعلن وصابة سبعة جنود في تفجير جنوب قطاع غزة بينهم أربعة في حالة خطرة وكتائب القسام تعلن إقاع أفراد القوة الإسرائيلية بين قتيل وجريح في عملية بخان يونس مصر وتركيا تدينان سياسات التصعيد الإسرائيلية وتطالبان بإنهاء الحرب على غزة وإدخال المساعدات والرئيس المصري يحذر من منعطف شديد الخطورة بالشرق الأوسط والقاهرة وأنقرة تؤكدان استعدادهما لتنسيق الجهود لحفظ أمن واستقرار المنطقة بحث وزير جيش الاحتلال يؤاف جالانت مع قائد القيادة المركزية الأمريكية مايكل كوريلا سبل التنسيق المشترك وتوسيع التحالف الدولي للتعامل مع إيران وأذرعها في المنطقة كما أشاد جالانت بتحرك الولايات المتحدة الدائم لتعزيز أمن تل أبيب وأشار جالانت إلى أن وصول قائد القيادة المركزية الأمريكية إلى إسرائيل في هذا الوقت يؤكد دعم الإدارة الأمريكية الدائم لإسرائيل الولايات المتحدة الأمريكية تهرع لمساندة دولة الاحتلال أمام التهديدات المحتملة من خصومها في الشرق الأوسط وها هو قائد المنطقة المركزية الأمريكية الوسطى مايكل كوريلا التقى في تل أبيب برئيس أركان جيش الاحتلال هرتسي هاليفي ووزير الجيش يؤاف جالانت كجزء من جولة إقليمية لتنسيق النشاط الدفاعي ضد هجوم محتمل من إيران وحزب الله فالبيت الزجاجي لإسرائيل قد لا يحتمل ما يقدف عليه ردا على اغتيال فؤاد شكر القيادي العسكري في حزب الله وإسماعيل هنيا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وكما شاهد العالم تحرك البوارج الأمريكية وحاملات طائراتها في الشرق الأوسط لم تتوانى الولايات المتحدة عن إعلان دعمها الكامل لإسرائيل أمام التهديدات المحتملة والتي لم تكن لتوجد لو لا كل ما تقوم به إسرائيل من جرائم لكن هذا كله لم يبدد الخوف لدى جيش الاحتلال فقد قالت القناة الثالثة عشرة الإسرائيلية إن إسرائيل تستعد لأيام من المواجهات والقتال في أعقاب الهجوم الإيراني المرتقب ونقلت شبكة NBC الأمريكية عن مسؤول إسرائيلي قوله إن إسرائيل تخشى إطلاق موجات من الصواريخ والمسيرات على مدى أيام عدة وعلى الرغم من أنباء عن تلويح الولايات المتحدة لطهران بجزرة تحسين العلاقات مع الغرب شريطة ضبط النفس في هذه المرحلة فقد أفادت صحيفة Wall Street Journal بأن إيران رفضت دعوات أمريكية وعربية لتخفيف ردها على اغتيال هنية في طهران وذكرت الصحيفة أن الولايات المتحدة طلبت من حلفائها الأوروبيين وحكومات أخرى أن تحذر طهران من تصعيد الوضع مهددة بأن ضربة كبيرة لإسرائيل قد تقود إلى رد على هذه الضربة أيضا بدوره أبلغ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين نظراءه من دول مجموعة السبع أن واشنطن تعتقد أن هجوما إيرانيا على إسرائيل قد يبدأ خلال ما بين 24 إلى 48 ساعة مشيرا إلى أن الضغط على طهران للحد من هجومها هو أفضل طريقة لتجنب الحرب الإقليمية بحسب موقع أكسيوس وينضم إلينا من طهران الدكتور أحمد مهدي الأكاديمي والباحث السياسي دكتور أحمد أهلا بك معنا في الثالثة والعشرون من قناة الغد أهلاً ومرحباً إن كانت إيران سوف ترد حقاً وتضرب إسرائيل مثل ما تقول فما الذي يؤخر الرد الإيراني لغاية الآن؟ في البداية أوجه تحية لك ولي الزملاء ومشاهدي قناتكم الكريمة في الواقع الحرب ما بين الطرفين يعني جبهة المقاومة من جهة والكيان الإسرائيلي وحلفائه من جهة أخرى هي حرب مركبة ذات طبيعة نفسية إضافة إلى الطبيعة العسكرية والسياسية والتأخير في الرد ولكن إلى فترة محدودة يؤدي إلى شعور قادة الكيان الصهيوني بالهلع الشديد جراء ارتقاب عملية الرد وهو ما يحدث بالفعل وأوردت صحف إسرائيلية ووسائل الإعلام للعدو دكتور أحمد مهدي ربما هذا يؤثر الرعب أكثر مثل ما تقول ولكن أيضا تأخير إيران ردها لإسرائيل ربما يعطي هذا إسرائيل فرصة أكبر للاستعداد أليس كذلك؟ الاستعداد هو موجود وقائم يعني منذ السابع من أكتوبر الكيان الإسرائيلي عاد حساباته والولايات المتحدة الأمريكية تقف إلى جانبه والإعلان الأمريكي الأخير بإعادة الانتشار وتكثيف تواجد القوات الأمريكية وإرسال 14 بارجة إلى شرق البحر الأبيض المتوسط يعطي ضوء أخضر لإسرائيل بأن واشنطن تقف إلى جانبها والترقب الحاصل بالنسبة للطرفين هو في الواقع يؤدي إلى تلخبط في الحسابات ويؤدي إلى أجواء كارثية في الكيان الإسرائيلي كما يحصل بالفعل حيث أوردت صحيفة معاريف قبل يومين أن الحكومة الإسرائيلية أوعزت باستخدام يعني أوعزت إلى الوزراء باستخدام هواتف نقالة تعمل بالرادارات أو بالأقمار الصناعية وهذا يعكس حالة الهلع وكذلك تعطيل المصانع والشركات المنتجة في شمال الأراضي المحتلة أيضا يعكس حالة الهلع وكذلك إعازات الحكومة الإسرائيلية إلى مستوطنية الشمال بالبقاء في الملاجئ هو أيضا يعكس حالة الترقب والهلع والخوف التي يعيشها هذا الكيان فضلا عن إحداث بلبلة واضطراب في التنقل ما بين الكيان الإسرائيلي في الداخل والخارج حيث تشهد قبرص وأثناء في اليونان وعدد من العواصم الأوروبية العديد من العالقين آلاف العالقين من المستوطنين الإسرائيليين الذين يرغبون بالعودة لكنهم فضلوا البقاء جراء تعطيل حركة الملاحة لكن دكتور أحمد مهدي كذلك العديد من الشركات الأوروبية المرشد الإيراني علي خامنئي وجه برد قاس لإسرائيل لا يبدو بأن رد القاس يتمثل فقط في إثارة الهلع والرعب داخل إسرائيل ماذا سوف تفعل إيران نعم أنا قلت نعم أنا قلت هذا جزء من الحرب يعني الحرب مركبة وليست عسكرية فقط وإنما تأثيراتها النفسية ينبغي أن لا نحجمها وأن لا نستصغرها وربما الخوف والهلع الذي يعيشه والكيان الإسرائيلي سيسبب له خسارة أكبر على صعيد الداخل فهم لا يعلمون ولا يعرفون متى ستقع الضربة وأين ستقع هل ستطال المنشآت العسكرية أم ستطال منشآت البناء التحتية في الكيان كالمصافي ومحطات توليد الطاقة الكهربائية وغيرها لذلك هم في الواقع يشعرون بالهلع منذ السابع من أكتوبر وشمال الكيان الإسرائيلي والجنوب كليهما يتعرضان لموجة كبيرة من الصواريخ والمسيرات لا سيما التشديد والتصعيد الذي أعلنه حزب الله من خلال إرسال مجموعة من الطائرات المسيرة المسمات بالهدهد والتي كشفت الكثير من مناطق الضعف لدى الكيان الإسرائيلي وبطبيعة الحال كل حلفاء المقاومة ستستفيد من الصور والأفلام التي التقطت ومن الجدير بالذكر أن هذه الطائرات عادت إلى قواعدها سالمة دون أن تكشفها الرادارات والمراصد الإسرائيلية ما يعزز الرقب المخيف الذي يعيشه الكيان الإسرائيلي والسيناريو سيتغير يعني إيران حينما وجهت الضربة المباشرة في إبريل الماضي ردا على استهداف قنصليتها في دمشق كانت في الواقع هذه رسالة تحذيرية من طهران بأنها قادرة على الوصول إلى أعماق الكيان الإسرائيلي ولكن هذا السيناريو سيتغير كثيرا بطبيعة الحال وسيكون سيناريو مفاجئ جدا للكيان الإسرائيلي وما أوردته أمريكيون قبل أيام دكتور أحمد مهدي أمريكيون قبل أيام توقعوا بأن الرد الإيراني سوف يكون هذه الليلة إن كنت تريد أن تعلق على ذلك نعم الأمريكيون في الواقع يحذرون الكيان الإسرائيلي لكي يبقى دائما على أهبة الاستعداد وهم يستقون من مصادر استخبارية ولكن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعرف كيف تخفي المعلومات والحرب خدعة كما يقولون وبحفظ الاستتار يمكن لهذه الضربة أن تكون في الواقع استباقية ومفاجئة وستكون ردا مزلزلا على الكيان الإسرائيلي لكي يعود بصوابه ويتراجع عن قواعد الاشتباكة الجديدة التي يريد أحداثها في المنطقة بفعل عمليات الاغتيال والاستهداف المتكرر لقادة المقاومة شكرا لك من طهران دكتور أحمد مهدي الأكاديمي والبحث السياسي خوفا من اندلاع أي حرب في الشرق الأوسط بعد أن أدت الحرب المستمرة منذ عشرة أشهر في قطاع غزة إلى شعال فتيل التوتر بالمنطقة لكن حدته تفاقمت خلال الأيام القليلة الماضية بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران إسماعيل هنية غدات غارة إسرائيلية على بيروت تسببت في مقتل فؤاد شكر القائد العسكري الكبير في حزب الله اللبناني وفي ظن المخاوف من اتساع رقعة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة دعت الأمم المتحدة إلى تحرك عاجل لخفض التصعيد في الشرق الأوسط وعبر مفوض حقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك عن قلقه العميق إزاء الخطر المتزايد لاندلاع صراع أوسع نطاقا في المنطقة داعيا إلى بذل كل جهد لتجنب تفاقم الوضع وذكر تورك الأطراف بأن حقوق الإنسان وحماية المدنيين يجب أن تكون على رأس الأولويات مؤكدا أن المدنيين ومعظمهم من النساء والأطفال عانوا بالفعل من آلام ومعاناة لا تطاق نتيجة للقنابل والأسلحة على مدى الأشهر العشرة الماضية من جهة أخرى دعا الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون والرئيس الإماراتي محمد بن زايد ألنهيان وولي العهد السعودي محمد بن سلمان جميع الأطراف في الشرق الأوسط إلى المسئولية وضبط النفس للتجنب تصعيد نقلمي فيما دعت دول مجموعة السابع ودول غربية أخرى إيران وحلفائها في المنطقة إلى ضبط النفس وخفض التصعيد قائلة إن الأحداث الأخيرة تهدد بإذكاء نيران صراع أوسع نطاقا في المنطقة وبعد مناقشة التطورات الأخيرة في مؤتمر عبر الفيديو أعرب وزراء مجموعة السابع ودول أخرى عن قلقهم الشديد إذا الأحداث الأخيرة التي تهدد بتحول الوضع الحالي إلى أزمة نقلمية انطلاقا من لبنان ورغم تلك الدعوات الدولية إلا أنها اقتصرت فقط إلى ضبط النفس على الذين يحاولون الرد على الهجمات المسلحة الإسرائيلية وليس على إسرائيل التي تثير التوترات وترتكب جرائم لا تتم حتى إذانتها علنا من قبل أولئك الحرصين على خفض التصعيد قبل أن تصدر مجموعة السابع بيانا يدعو إلى ضبط النفس موجها إلى الأطراف التي تهدد إسرائيل بالرد على جرائمها كانت إسرائيل تقصف مدرسة أخرى من المدارس التي تحولت إلى مراكز لإيواء اللاجئين دماء الضحايا كانت ما تزال حارة في مدرسة النصر في حي النصر شمال غربي مدينة غزة شهداء وجرحى يبدو أن دماءهم لم تسلك طريقها إلى بيان مجموعة السبع ولا إلى غيرها من دعوات الدول الغربية لخفض التصعيد مئة الضحايا الآخرين سقطوا في سلسلة من الهجمات على مخيمات النازحين ومراكز الأونروا ولم تصدر عن أي دولة تساعد في حماية إسرائيل دعوة تدعوها إلى الكف عن قتل المدني وزيراء الخارجية الفرنسي ستيفان سيجوغني والأمريكي أنتوني بلينكين دعوا في بيان مشترك إلى أقصى درجات ضبط النفس في الشرق الأوسط وأعلنا مواصلتهم بذل الجهود المشتركة للتوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار في قطاع غزة وهو لم تفلح واشنطن بتحقيقه صحيفة والستريت جورنال قالت إن الولايات المتحدة طلبت من حلفائها الأوروبيين وحكومات دول أخرى شريكة إيصال رسالة إلى الرئيس الإيراني الجديد مسعود بازيشكيان مفادها أن جهوده لتحسين العلاقات مع الغرب سيكون لها فرصة أكبر من النجاح إذا أظهرت إيران ضبطا للنفس ضبط النفس أصبح وجها آخر من وجوه المعايير الغربية المزدوجة فبينما يتم التغاضي عن انفلات النفس والتهاون مع جرائم الإبادة الجماعية اليومية التي تمارسها إسرائيل والتساهل مع انتهاكاتها للقانون الدولي فإن الدعوة لضبط النفس تتوجه لضحايا الانتهاكات لمنعهم من الرد عليها ينضم إلينا من لندن الدكتور فؤاد عبد الرازق الأكاديمي والباحث السياسي دكتور فؤاد أهلا بك معنا في الثالثة والعشرون من قناة الغد عندما تدعو الأمم المتحدة إلى تحرك عاجل من أجل وقف التصعيد في الشرق الأوصل تدعو من هي في الوقت الذي يفترض أن تقوم الأمم المتحدة بهذه المهمة بالأساس؟ مرحبا بحضرتك في الواقع الأمم المتحدة لا حيلة لها بعد كل هذه النداءات وكل هذه المؤتمرات وكل هذا دعا أدراج الرياح بالنظر إلى التعنت الإسرائيلي الموجود وكذلك عدم قدرة الدولة الوحيدة على كبح جماح إسرائيل وهي الولايات المتحدة على فعل ذلك والتأثير في أفسط الأمور ومن هنا لا نرى إلا هذه الكلمة الضعيفة كما جاء في التقرير كلمة ضد النفس وتقتصر المفرقة التي ذكرتموها وأنها تقتصر على جانب واحد دون الجانب الآخر وهذا يضر بالمسألة برمتها بالنسبة لمجموعة السابع كذلك يمكن قول ذلك على أذن على دعوة الغربية الأوروبية العربية التي أيضا دعت إلى ضبط النفس الكل يدعو إلى هذا ولكن غير مفهوم يعني ضبط النفس في أي إطار وفي أي حدود وإلى أي مدى يمكن أن يكون ذلك لأنه بالمرات السابقة تمت الدعوة إلى هذا والعملية مرت بسلام هذه المرة ربما لا تمر بسلام نظر أن الولايات المتحدة تحث مجموعة الدول السابع على بذل جهود ديبلوماسية لعدم التصعيد وعدم تحول الأمر إلى حرب شاملة هناك رغم موجود حرص شديد من الجميع على عدم وصول الأمر إلى حرب شاملة إلى أن التوتر قد بلغ منتهى في المنطقة والكل يترقب كما قال وزير الخارجية بلينكين بأن هذه الضربة ستكون بين 24 ساعة و48 ساعة فهذا هو الترقب الموجود لدى إسرائيل ربما هذا يكون شيئا إيجابيا إلى حد ما بأنها لا تتوقع شيئا ما لأن الضربة لا محالة قادمة ولكن لا يعرف متى ولا أين ولا كيف ستتم ولكن هناك حسابات دقيقة أيضا لهذه الضربات سواء من جانب إيران أو من جانب حزب الله بحيث لا يتحول الأمر إلى حرب شاملة في المنطقة الكل يعترف بأنه ضرورة وجود رد من جانب إيران على هذا الاختيال الذي وقع في أراضيها وكذلك بالنسبة للبنان لأن العالم لن يسكتوا على عدم الرد على هذه الأمور ولو بشكل محدود تقول بأن الرد هو قادم لا محالة لكن هل نتوقع ردا على غرار الرد الإيراني الذي هاجمت فيه إسرائيل ليلة الثالث عشر والرابع عشر من أبريل الماضي أم نتوقع شيئا مختلفا إيران تدرك أن ما حدث في المرات السابقة قد وصفه البعض بالفصل من فصول مسرحية وهي لا تريد أن يكون هذا الفصل هو الفصل الثاني من تلك المسرحية لأن الأمر ربما يشي بذلك لأنه تقول سنضربكم وسنضربكم والذي يريد أن يضرب يضرب ولكن هذا النوع من التأني أو ما يسمونه بالصبر الدبلوماسي أو كل هذه التعبيرات الرومانسية التي تأتي من إيران هذه المرة لن تعفى من وجود رد فعل مقنى وبذلك سيكون الرد أقوى من المرات السابقة ولكن لن يتجاوزه إلى حدود الحرب ننسى أيضا أن ربما يكون هناك رد آخر من جانب إسرائيل ونظل في هذه الدائرة المفرغة من الرد ورد على الرد ورد الفعل فهذه أيضا أمر غير مقبول وكل هذا يحدث تحت نظر العالم وتحت نظر الأمم المتحدة وتحت نظر الولايات المتحدة ولا أحد يقول للجانب الآخر اضبطي نفس الأنها التي بدأ بهذا وكانت تتوقع أيضا رد الفعل إزاءها ولكنها محمية أمريكية حتى الولايات المتحدة الأمريكية حركت أسطلها وحركت قواتها إلى منطق الشرق الأوسط على سبيل الرد إيران تقول بأنها سوف ترد ولكن لا تريد أن تدخل في حرب شاملة مع إسرائيل كان هذا كلام واضح من قبل المسؤولين في طهران ولكن عندما يقول المرشد الإيراني علي خمينئ في تغريدة نشرها ربما قبل يوم أو يومين على منصة X بأن النظام السهيوني لقد انتهى ماذا يعني ذلك أيضا على سعيد آخر؟ لا هذه عبارات بلاغية رومانسية يعني لا تلامس الواقع لأننا لم نرى أي شيء من هذا القديل في المرات السابقة فلماذا ننتظره في هذه المرة وموضوع الإلقاء إسرائيل في البحر أو فناء إسرائيل ومن هذا الكلام يجب أن يكون مصحوبا بالفعل لكنه يظل في الإطار النظري العيديولوجي ولكنه على الأرض هناك خسائر على الجانبين هناك إحراج للدولة الإيرانية هناك أيضا فيما حدث في اختراقات أمنية هناك فجوة تكنولوجية يعني فيما يتعلق بالسيبر فيما يتعلق بالأقمار الصناعية فيما يتعلق الله بعمليات التجسس يعني يجب أن تسد هذه الفجوة بين إسرائيل وبين العالم والعالم العربي هناك فجوة تكنولوجية التي تستغل حتى الآن لأن الحروب بدأت تتخذ أشكالا مختلفة لا تقتصر الآن على موضوع الجيوش أو ضرب الصواريخ أو الطائرات المسيرة فبدأت تنحو منح آخر وهو بلعب تجيد اللعب فيه إسرائيل واجب أن إيران أو غيرها أن تستعد بخطة مواجهة سؤال أخير دكتور فؤاد كنت تقول من يريد أن يرد يرد يعني لا يقول بأنه سوف يضرب أو يعبر عن ذلك لكن كان معي ضيف الفقرة الماضية من إيران قال بأن هذا جزء من الحرب النفسية الإيرانية التي تمارس على إسرائيل أن يثار الرعب داخل إسرائيل في انتظار هذا الرد الموجع من قبل طهران تعليقك على ذلك أيدا إسرائيل تقابل ذلك بأنها تكون مستعدة لمواجهة هذا الآن مستعدة للحرب على كل الجبهات مستعدة أن توجه ضربات موجع أخرى اغتيالات أخرى فإذن هي مسألة أيضا فيها توازن الرعب حتى توازن الرعب غير موجود لأنه لا تتوفر له العوامل التي تجعل منه توازنا بين الجانبين فبالتالي هذه عملية صعبة تصريحات سهلة في الكلام ولكن التطبيق العملي هو المهم ولكن خلاصة هذا كله أن إيران وحزب الله سوف يردان وهذا واجب عليهم حماية أيضا وحفاظا لماء الوجه بالنسبة لإيران وبالنسبة لحزب الله وبالنسبة لغيرهم من هذه الأدراع شكرا لك من لندن دكتور فؤاد عبد الرازق الأكاديمي والباحث السياسي قالت حركة حماس أن تسليم الاحتلال نحو 90 من جثمين الشهداء بحالة التحلل الكامل يصلط الضوء على سادية الاحتلال معتبرة أن ذلك يدل على مستوى الجريمة غير المسبوقة التي يرتكبها جيش الاحتلال من خلال قتل المدنيين العزل واختطاف جثمينهم وأضافت حماس أن هذه الانتهاكات البشعة تأتي في إطار حرب الإبادة الوحشية لإحباط سبل الحياة في قطع غزة مردفة أن تصرف الاحتلال هذا يضاعف من معاناة أهالي الشهداء والمفقود الذين يسعون لمعرفة مصير ابنائهم مؤكدة ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقفا واضحا يفضي إلى محاسبة قادة الاحتلال على هذه الممارسات غير الإنسانية والشنيعة مقبرة جماعية جديدة يجرى التجهيز لها في مقبرة الشهداء غربي مدينة خانيونس وذلك لدكن نحو تسعين شهيدا تسلمتهم اللجنة الدولية للصليب الأحمر من قوات الاحتلال الإسرائيلي عبر معبر كرم أبو سالم في هذه المقبرة تم دفن قبل ذلك بأشهر عدد من جثمين الشهداء وكان هناك ثلاثة مقابر جماعية واليوم هذه هي المقبرة الجماعية الرابعة التي يتم حفرها في مدينة خانيونس اليوم مش الحدث الأول في خانيونس بل هناك الحدث الرابع في خانيونس مجازر جماعية فقامنا في واحدة تنتين تلاتة أربح مجازر في مجزرة هذه اليوم جمونا يا الاحتلال سلمها للصليب الأحمر طبعا من وين انتوست؟ من حدث فينا بعرف هل هي ماتت تحت التعزيب؟ هل هي من السجول الإسرائيلية؟ هل هم الجيش أخذها من المقابر؟ محدش لحتى اللحظة لا نعرف من أي جهة هذول أجل قولة ليت الأغلبية العظمة متحللة هل هي دول على خبرتي بالكلام أنه أقل شيء أقل واحد في ثلاث شهور وللتقريب صورة أكثر حول المقبرة الجماعية الجديدة وطبيعة الشهداء الذين وصلوا عبر شاحنة بواسطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر معنا مسؤول الدفاع المدني في مدينة خانيونس يعطيكم العافية يحكينا عن الدفعة الجديدة من الشهداء نحو تسعين شهيدا يحكينا عن كيف سلمتهم وطبيعة أيساد الشهداء وما رفق هذه الحالة تم تسعين معبر الصليب الأحمر في كونتينر دون أي بيانات دون أي معلومات عن هؤلاء الشهداء هذه جريمة بإقفاء بيانات هذه جريمة ضد الإنسانية ضد البشرية أن يقوم الاحتلال بإقفاء حتى بيانات الموت حتى بيانات الشهداء قام الاحتلال بإقفاء هذه البيانات وعند ذوي هؤلاء الشهداء بعد قيام الأدلة الجنائية وفرق الطب الشرعي بأخذ ومعاينة جثمين الشهداء بدأت هنا داخل المقبرة الجماعية دفن جثمين الشهداء واحدا تلو الآخر في مشهد مؤلم وحزين دون وجود أحد من ذوي هؤلاء الشهداء الذين حتى اللحظة هم مجهولي الهوية هنا في كل كيس من هذه الأكياس الزرقاء يوجد عدد من جثمين الشهداء هنا ليست جثة واحدة وإنما عدد من جثمين الشهداء المتحللة التي سلمتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لللجنة الدولية للصليب الأحمر عند معبر كرم أبو سالم وبعد ساعات طويلة جاءت جثمين الشهداء إلى هنا إلى المقبرة الجماعية هذه المقبرة هي واحدة من سلسلة من المقابر الجماعية التي تم إنشاؤها بفعل الجرائم الإسرائيلية المتواصلة لكن السؤال يبقى ما هو مصير المجهولين وعشرات الألاف من الذين فقدوا ولا تعرف أخبارهم سواء كانوا داخل السجون أو خارجها إبراهيم قنم من داخل مقبرة خان يونس قناة الغد أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة سبعة من جنوده في معارك بجنوب قطاع غزة وأوضح الجيش الإسرائيلي أن من بين الجنود أربعة في حالة خطيرة وكانت كتائب القسام الجناح العسكري لحماس أعلنت أن عناصرها تمكنت من تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة إسرائيلية تحصلت داخل مبنى وإيقاعها بين قتيل وجريح في منطقة الفراحين شرق مدينة خان يونس جنوبية القطعة كما أعلنت القسام تمكن عناصرها من الاشتباك المباشر مع قوة إسرائيلية راجلة تتكون من تسعة جنود من النقطة سفر وإيقاع القوة بين قتيل وجريح في ذات المنطقة وفي رفح قالت القسام إنها استهدفت قوة هندسية إسرائيلية بعبوتين مضادتين للأفراد في منطقة زلاطة شرقية مدينة وينضم إلينا من رمالة محمود الفرنجي الناشط والباحث الحقوقي سيد محمود أهلا بك معنا في الثالثة والعشرون من قناة الغد دعنا نبدأ بالتقرير الذي يفيد بأن الجيش الاحتلال سلم قرابة تسعين جثث شهيد متحللة بالكامل تقريبا إلى قطع غزة لماذا يأخذ الاحتلال جثث أو جثامين فلسطينيين بعد أن قام بقتلهم إن كان في النهاية يتركها تتحلل وتتلاشى وهي عنده تحياتي لك ولجميع المشاهدين تعليقا على هذا الخبر المباق الواردة واضح أنه أكثر من حوالي تسعين جثمان وهياك العظمية وليست فقط جثامين متحللة حسب المعلومات الواردة من قطاع غزة ما بين جثامين موتى استخرجت من المقابر خلال الحرب الدائرة في غزة أو جثامين شهداء قدوا نحبهم خلال الحرب ومن الواضح أن هذا يدل على أن هناك وحشية من العدو خلال التعامل مع الفلسطينيين فسواء كانت اقتراف جرائم القتل أو التجويع أو تعذيب الأسرة حتى جثامين الموتى والشهداء لم تسلم من هذه الوحشية هذا ما يتعارض مع تفقيات جينيف خاصة بحماية المدنيين فمن حق الأهل خلال فترة النزاع وخلال فترة الحرب دفن موتاهم وشهدائهم وفقا لتقاليدهم الدينية وهذا ما يسعى الاحتلال لعدم ومنع الفلسطينيين من القيام بهذه الأمور لكن سيد محمود أيضا يعرف وفق تقارير بأن حماس وباقي فصائل المقاومة أخذت جثث إسرائيليين قتلوا في هجوم السابع من أكتوبر إلى قطاع غزة نهيك عن جثث المحتجزين في القطاع بالتالي ألا ينطبق هذا على حماس أيضا؟ ألا تدين حماس نفسها بنفسها عندما تدين الاحتلال بأخذ جثامين الفلسطينيين؟ عزيزي عادة خلال الأعمال الحربية هذه الأمور تحدث ويجري دفن الموتى لحين انتهاء الحرب وقتل الأعمال العدائية ويجب عند دفنهم أن تكون هناك بطاقات وهي واضحة في اتفاقية جينيف الرابعة أن يكون هناك بطاقات لهذا أولاء الموتى تحمل أسماءهم ورتبهم العسكرية إن كانوا عسكريين أو مدنيين والمكان الذي قدوا لحبهم فيه ولكن في هذه الحالة ما حدث اليوم واضح أن هناك خلط لهذه الجثامين بعضها في بعض هناك خلط للأعضاء البشرية بعضها في بعض كما تحدث تقريركم هناك عدة جثامين في نفس الكيس أو في نفس المحتوى فبالتالي لم يتعامل الاحتلال ضمن شروط القانون الدولي في التعامل مع هذه المسألة وفي المقابل كما تحدثت أنت حماس قد قامت بدفن قتل إسرائيليين في قطاع غزة من خلال العمليات العدائية لا يعرف ذلك ما يعرف سيد محمود بأن حماس أخذت جثث إسرائيليين قامت بقتلهم في الهجوم 7 من أكتوبر عزيزي عندما أعلنت إسرائيل أنها لأن إسرائيل في المقابل في المفاوضات تريد أن تأخذ جثامين هؤلاء المحتجزين والإسرائيليين بالتالي هناك جثث على ما يبدو لدى حماس أيضا عندما أعلنت إسرائيل أنها حررت جثامين أربع قتل إسرائيليين من خان يونس خلال هذا الشهر أو شهر الماضي هي كانت تعلم بأسمائهم هي كانت تعلم بأعمارهم وأعلنت عن أسمائهم فور حصولهم عليه بالتالي هما كانوا مدفنين في قطاع غزة وفق الأصول للقانون الدولي ولكن ما حدث اليوم هذا يتعارض ويعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي وخاصة انتفقية جينيف المتعلقة بحالة الحرب لكن التحفظ والإدانة ليس فقط على عدم معرفة هوية من قتل وإنما لماذا تأخذ الجثث بالأساس بغض النظر عن من يقوم بذلك أليس هذا في حد ذات عام المدان أيضا كانت إسرائيل قد أعلنت من بداية الحرب أنها تقوم باستخراج الجثامين في قطاع غزة وابلق لها إلى إسرائيل لفحص الـ DNA لتأكدوا أن هؤلاء ليس بينهم قتل إسرائيليون ولكن هذه السياسة الإسرائيلية ممنهجة في احتجاز الجثامين الشهداء الفلسطينيين وهناك ما يزيد عن 250 جثمان لشهداء فلسطين محتجزين في مقبرة دار الأرقم الإسرائيلية ولم تسلمهم لأهاليهم ولذويهم لليوم حتى يقوموا بدفنهم مفق التقاليد الإسلامية وبالتالي ما تقوم به الاحتلال هو يشكل انتهاك صارخ للاتفاقية لكن تأثير كل ذلك هذه الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة أيضا المجازر التي ترتكبها إسرائيل بشكل شبه يومي في القطاع وفتحها أيضا لعمليات مركزة جديدة مثل ما أعلنت في الأيام القريرة الماضية في منطقة خانينس كيف يؤثر هذا على مسار المفاوضات إن كان ما يزال هناك أمل في هذا المسار لا أعتقد أن مسار المفاوضات الآن يسير بالاتجاه المطلوب لا من قبل حركة حماس ولا من قبل الوسطاء فما تقامت به دولة الاحتلال باغتيال قائد حركة حماس إسماعيل هنية في طهران هو تصعيد للعمال العدائية وتصعيد للحرب ضد الفلسطينيين وهذا يقود لتشدد في المفاوضات عدا وناهيك عن الشروط التي يقودها نتنياهو في كل مرة خلال إرساله للوفد التفاوض الإسرائيلي واضح اليوم أن مصر قد أعلنت بشكل صريح أنها طلبت من الولايات المتحدة بالضغط على إسرائيل لذهاب نحو صفقة في أقوى وقت الممكن وعدم التصعيد واضح أن إسرائيل ونتنياهو يسعى إلى جلب الحرب إلى كل المنطقة في سبيل الحفاظ على مكانته السياسية ووضعه السياسي لكن بعد اغتيال إسماعيل هنية كان هناك مثل ما يقال ضغط أمريكي من أجل استئناف المفاوضات وتوجه بالفعل هنية اغتيال الفجر الأربعاء الجمعة كان هناك وفد إسرائيلي في القاهرة فيما يتعلق باستئناف مسار المفاوضات إذا ما نفذت إيران مثل ما تقول ردها ثأراً لهنية هل وقتها من الممكن فلسطينياً استئناف المفاوضات؟ أعتقد أنه سيكون هناك فصل ما بين المفاوضات ووقف الحرب في قطاع غزة وبين التصعيد الإيراني الإسرائيلي فالتصعيد الإيران الإسرائيلي أعتقد أنه سيكون تصعيداً مدروساً وهو يأتي من تداعيات الحرب على قطاع غزة فإذا ما وقفت الحرب على قطاع غزة بالتأكيد سيقف التصعيد في كل المنطقة ولكن ما يحدث وكما أعلنت الإدارة الأمريكية اليوم بأنها أعلمت وتعهدت لرئيس الوزارة الإسرائيلي بني مين نتنياهو بأنها ستعطيه الحق في معاوضة الحرب إذا ما توصلوا لاتفاق المرحلة الثانية وبالتالي واضح أن الإدارة الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي يسعون لفاض شروط أكثر تعجيزية على المقاومة الفلسطينية في سبيل وقف الحرب على قطاع غزة شكرا لك من رمالة محمود الأفرنجي الناشط والباحث الحقوقي الثالثة والعشرون متواصلة معكم وفيها وصول الدفعة الأولى من مقاتلات F-16 الأمريكية إلى أوكرانيا وتنفيذ طلاعات جوية موسيقى أهلا بكم مجددا في الثالثة والعشرون من قناة الغد تزامنا مع عزمها المضي قدما في تعزيز مسار المصالحة لتحقيق نقلة نوعية في العلاقات الثنائية حذرت مصر وتركيا من خطورة المشهد الأقليمي واتفقتا على تنسيق الجهود بينهما للحد من التوتر والتصعيد في المنطقة والتقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كما عقد جلسة مباحثات ثنائية وأخرى موسعة مع نظيره المصري الدكتور بدر عبد العاطي أعقبها مؤتمر صحفي وشهد اللقاء الذي جمع السيسي وفدان التأكيد على خطورة المشهد الأقليمي الراهن مع إدانة سياسات التصعيد الإسرائيلية التصعيد الحالية الجارية في المنطقة تنذر بالدخول في أتون حرب إقليمية شاملة لن تبقي ولا تذر المنطقة تواجه مخاطر حرب شاملة ستطال الجميع مخاطر حضر منها وزير الخارجية المصري والتركي في ختام زيارة الأخير للقاهرة زيارة تأتي في ظل مشهد إقليمي بالغ الخطورة وسياسة تصعيد إسرائيلية غير رشيدة رسالة واضحة للعالم كله بأهمية العمل بأسرع وقت ممكن من أجل بالتأكيد وقف هذا العدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني والعمل أيضا على الاستئناف الكامل للمساعدات الإنسانية والصحية دون أي مشروطية نتنياهو لا يريد سلاما نتنياهو يريد أن يحرق المنطقة برمتها إسرائيل وإنما تسعى إلى العنف والتوسع استقبله الرئيس المصري فدعا إلى ضرورة تضفل الجهود لوقف فوري لإطلاق النار في غزة ولا تضغط تطورات الإقليمية على جهود إنفاذ المساعدات الإغاثية لأبناء القطاع مساعدات شاهدها الوزير التركي ممنوعة من الدخول وكأن الجوع صار سلاحا إسرائيليا يقتل المزيد من أبناء غزة إن إسرائيل مزعجة جدا من إيصال هذه المساعدات لأنها تريد أن تقتل الفلسطينيين الذين لم تستطيع تقتلهم بالأسلحة والقنابيل عن طريق ترقهم جوعة والعطشة أيضا عاد جسر التواصل بين القاهرة وأنقرة عقب زيارة لرئيس التركي إلى مصر في فبراير الماضي لتنهي عقدا من القطيعة بين البلدين والتدفع نحو علاقات سياسية واقتصادية أعمق بين مصر وتركيا في ظل توافق بينهما بشأن حل القضية الفلسطينية على حدود عام 67 كركيزة لإحلال السلام الشامل للمنطقة المشتعلة بالصراعات بدأ وزير الخارجية التركي زيارته لمصر من أمام معبر رفح وضع بذلك الحرب على غزة على رأس أولويات الزيارة فيما تؤكد القاهرة وأنقرة أن أنهاء العدوان وإدخال المساعدات يشكلان أولى خطوة خفض التصعيد بالمنطقة مينا حبيب قناة الغد القاهرة وينضم إلينا من القاهرة محمد أبو الفضل مدير تحرير صحيفة الأهرام سيد محمد أهلا بك معنا في الثالثة والعشرون من قناة الغد أهمية زيارة وزير الخارجية التركي في دان إلى القاهرة خصوصا من ناحية توقيتها في ظل هذا التصعيد وهذا الترقب الكبير في المنطقة لجرها إلى حرب شاملة مثل ما تعلم أعتقد أن أهميتها كبيرة من الناحية الإقليمية درجة التطورات الحاصلة في الإعلاقات المصرية التركية بعد تطبيحها خلال العامين الماضييني وحدوث تحسن كبير في الإعلاقات السياسية على أن تركز على النواحي السياسية المشتركة وتم تصفية الكثير من الملفات والقضايا الخلافية وبدت هناك رؤى مشتركة إلى حد كبير يمكن تكون أبرز مظاهرها في تطوير التعاون الاقتصادي وتطوير أو ترفيع التعاون أو الإعلاقات السياسية على مستويات مختلفة هذه المرة أخذت الزيارة بعدا إقليميا بحكم الأجواء والتصعيدات والسخونة الحاصلة في المنطقة وما نراه من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وما يمكن أن تفضي إليه من تداعيات إقليمية كبيرة خاصة عقب التصعيد ناحية حزب الله وناحية إيران والعالم كله بانتظار ضربة يمكن أن توجهها إيران متى وأين وكيف لا أحد يدري بالضبط ومساحتها أو حدودها لا أحد يدري بالضبط وطبيعة الردود الإسرائيل لا أحد يدري أيضا وربما هناك أحاديث على أن إسرائيل يمكن أن تستبق الدربة الإيرانية كنوع من أنواع الردع الجديد أو الردع المضاعف العلاقات المصرية التركية بهذه الزيارة أنا أعتقد أنها فتحت أفاقا جديدا في التعاون والتنسيق على مستوى الإقليمي ربما كانت هذه المسألة غائبة على مدار الأشهر والأسابيع الماضية التي جارت فيها نوع من أنواع التحسن بين البلدين هذه المرة كانت القضية الإقليمية الجوهرية والمركزية وهي قضية الصراع في غزة وما يمكن أن تسفر عليه من تدعيات وارتدادات عسكرية وارتدادات أمنية مختلفة أنا أعتقد أن التعاون والتنسيق بين مصر وتركيا مهم في هذا الحقيق ويمكن أن ينظر أيضا التنسيق مع مصر من الواضح بأنه مفيد جدا لتركيا على اعتبار بأن مصر تلعب دورا وسيطا في المفاوضات من أجل إنهاء الحرب في قطاع غزة دولة حدودية مع القطاع تتأثر بشكل مباشر بما يجري لكن التنسيق مع تركيا بما يفيد مصر في هذه القضية تحديدا أعتقد أن مسألة القضية الفلسطينية مسألة محورية في السياسة المصرية وهي من مهمة في الأمن القوم المصري والمصالح المختلفة المصرية والاستراتيجية على هذا المستوى لا أحد يستطيع أن يشكك أو ينافس أو يناهز مصر فيها لكن التنسيق هو لا يتعلق فقط بالقضية الفلسطينية لكن هو يتعلق بالنتائج التي يمكن أن تترتب على ما يحدث في غزة خاصة إذا التصعيد المحتمل بين إيران وبين إسرائيل ويمكن أن تدخل على خطوطه جبهات مختلفة متقاطعة من تركيا خاصة إذا كانت هناك قذائف أو التحامات أو اشتباكات من الأراضي السورية ومن الأراضي العراقية أيضا ربما تكون من الأراضي اليمنية ربما تتشابك كل هذه العوامل في إطار واحد في إطار يمكن أن تترتب عليه نتائج إقليمية مختلفة من المهم أن يكون هناك تنسيق بين دولتين محواريتين وهما مصر وتركيا في هذه اللحظة لاحظ أن مصر تقريبا تكاد تكون هي الراعي الرئيسي هي للوساطة ما بين إسرائيل وبين حماس هذه المسألة إذا كانت هناك بعض التأثيرات أو الارتدادات التي يمكن أن تحدث نتيجة عملية استشهاد إسماعيل هانية في إيران وانعكازاتها أيضا بالطبع على الدوحة بشكل أو بآخر لأن إسماعيل هانية كان يقيم في قطر وبالتالي هنا مصر يمكن أن تلعب دورا كبيرا من المهم أن تكون هناك دول أخرى مساندة أو رفعة تستطيع أن تساهم معها خاصة أن تركيا لديها استعدادات مختلفة وتريد أن تكون لديها قدم في الناحية الإقليمية مع بروز نوع من أنواع الانفتاح على جهات مختلفة أحيانا ووجهة بمعض العقبات نتيجة عدم الثقة أو عدم بروز نوايا حقيقيا من الجانب التركي لاستعادة دورها في المنطقة يمكن أن تكون مصر مساهمة إذا كانت المصلحة المصريية تقتضي ذلك لا ننسى أيضا أن العلاقات المصرية والعلاقة والتركية منفتحة على جبهات من الشرق ومن الغرب ولديها علاقات جيدة يمكن أن تساهم في توسيع أطر إيجاد مخرج للتصعيد الحاصل الآن في المنطقة وهذا التصعيد تقول إيران بأنه لا يحق لأحد أن يمنعها من الرد على من انتهك أراضيها نريد أن نعرف الموقف المصري وأيضا هل اتفق مع الموقف التركي يعني هل توافق مصر على أن ترد إيران لكن هناك مخاطرة في هذه الحالة لأنه قد يفتح هذا بابا أمام هذه الحرب الشاملة التي لا يريدها أحد أليس كذلك الموقف المصري سابت إذا مسألة التصعيد وأنا أعتقد أن هناك خطبات من بداية الحرب للرئيس عبد الفتح كانت واضحة في أن هذه الحرب يمكن أن تتوسع في أي لحظة يمكن أن تخرج عن سياقها أو عن إطارها الثنائمة بين إسرائيل والمقيم هذا واضح لكن في المقابل سيد محمد لكن في المقابل ألا ترد إيران هذا ما تدعو إليه مصر وتركيا معهم لا 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 من حق مصر لا تستطيع أن تحجر عليه أحد فيما يتعلق بتصرفاته سواء إسرائيل ولا سواء إيران ولا سواء حزب الله وما إلى ذلك لكن المعنوين السابتة بالنسبة للموقف المصري عدم التصعيد حتى لا تخرج الحرب عن نطاقها الحالي لأن أي ضربة واسعة من قبل إيران أو من قبل إسرائيل أو من قبل حزب الله يمكن أن تنفجر حرب لا تنسى أيضا أن نتنياهو يسعى إلى الله إلى هذه اللحظة أو إلى هذه الحالة لأنها تعتبر نوع من أنواع الإنقاذ السياسي بالنسبة له لأنه يعلم تماما أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تتركه واحد وبالتالي التصعيد المفتوح يمكن أن يؤدي إلى انفجارات كبيرة جدا قامت إيران لا تنسى في الثالث عشر من إبريل الماضي بالرد على عملية اغتيال أو استهداف عناصرها في القنصلية الإيرانية في دمشق في أبريل الماضي قامت بالرد على إسرائيل بعشرات وربما مئات أكثر من 300 صاروخ ومسيارة وكانت المسألة ضمن سيناريو أو إطار قواعد الاشتباك التي يمكن التعامل معها أو التناغم معها أو لم نرى لها تدعيات كبيرة جدا وتم تطويق المسألة لا أعلم بالضبط كيف ومتى وأين ستكون الضربة الإيرانية وطبيعتها لكن في ظل الجهود التي يمكن أن تبزل من قبل مصر ومن قبل الأردن وحتى هناك وسطات أمريكية تبعث إلى إيران على محاولة عدم توسيع نطاق الحرب بتفاديا لإنفجارات كثيرة جدا يمكن أن تحدث في المنطقة وهو ما ترفضه مصر تماما أنا أعتقد تحذيرات واضحة من قبل القيادة المصري في هذه المسألة كانت شكرا لك من القاهرة محمد أبو الفضل مدير تحرير صحيفة الأهرام أعلن رئيس الأوكراني فلودمير زيلنسكي وصول الدفعة الأولى من مقاتلات F-16 الأمريكية إلى أوكرانيا مؤكدا دورها في تعزيز قدرات أوكرانيا الدفاعية والهجومية في الحرب مع روسيا بعد طول انتظار أعلن الرئيس الأوكراني فلودمير زيلنسكي وصول الدفعة الأولى من مقاتلات F-16 الأمريكية إلى أوكرانيا بخطوة من شأنها أن تعيد تشكيل موازين القوى في الصراع المستمر وأكدا أن هذه المقاتلات ستلعب دورا كبيرا في تحقيق النصر والدفاع عن أوكرانيا نحن بحاجة مسى إلى الدفاع وهذا الآن حقيقة في سمائنا طائرة F-16 في أوكرانيا وأنا فخور بأفراد سلاح الجو الذين أتقنوا العمل على هذه الطائرات وبدأوا في استخدامها لصالح دولتنا وأتمنى لقواتنا الجوية وجميع محاربين أن يشعروا بفخر أوكرانيا بطيارين العسكريين وأن يحققوا لأوكرانيا النتائج القتالية التي تقربنا من النصر السلطات الأوكرانية تعول بشكل كبير على دور المقاتلات الأمريكية متعددة المهام في أرض المعركة من خلال مساندة القوات البرية وحماية سماء أوكرانيا من الصواريخ الروسية وسط مطالبة كييف حلفائها بالحصول على المزيد منها منذ بداية الحرب ونحن ننتظر هذه المقاتلات ونعلم بشكل جيد مدى أهميتها ويجب أن نحصل على العدد الكافي منها ويمكن لهذه الطائرات البدء في مهاجمة الخطوط الخلفية للعدو وضرب منظومات الدفاع الجوية الروسية ولكن يجب علينا الحذر لأن روسيا ستحاول مهاجمتها وتدميرها ورغم وصول طائرات F-16 تستمر القوات الروسية في تحقيق مكاسب ميدانية شرق أوكرانيا من خلال تكتيكات هجومية متطورة وموارد عسكرية كبيرة حيث يرى البعض أن وصول هذه الطائرات قد لا يكون كافيا لتغيير مسار الحرب بشكل جذري لا شك أن مقاتلات F-16 ستلعب دورا كبيرا في تعزيز القدرات الدفاعية والهجومية لأوكرانيا ولكن طبق التساؤلات المطروحة حول قدرة هذه الطائرات في تعزيز مسار الحرب البرية وانتزاع الهيمنة الروسية في السماء وكيفية حمايتها من الضربات الروسية وسط تهديدات باستهدافها واستهداف بنيتها التحتية فأر عمرو قناة الغد كيف هذه نهاية الثالثة والعشرون شكرا لكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة